السلام عليكم سنتحدث اليوم عن مكينة أوسكار 2 باختصار ونحاول نطلع مميزاتها وعيوبها اللي لاحظناها خلال استخدام البسيط سعر المكينة تقريبا خذتها مع أخصم بمئة وستين دينار أو سبعمية وخمسين دولار تقريبا السعر الأساسي ثلاثمية وستين في قطعة راح نتكلم عنها الOPV راح نتكلم عن سعرها وفي نسخة معدلة مع الOPV جاهز بتغريبا تغريبا ثلاثمية وتسعين دينار اللي هو ألف ومئة لألف ومئتين دولار شني مع المكينة بالضبط هذا البوكس في بورتفلتر مو مكشوف اللي كامل مالة البطل وي باسكت اللي هو سنجل شوت وي باسكت اللي هو الدبل شوت أنا نركبه على البورتفلتر الثاني تعمبر تجاري بسيط لازم تشتري واحد أفضل منه ملعقة للبن وفي تغريبا حديدة تي داخل اللي هي تمسك الباسكت ركبتها أنا داخل هذا واضحة مميزات المكينة تعتبر مكينة اسبرسو احترافية طلع فيها كوب احترافي تبخير الحليب قوي جدا وسمعت ان البطولات العالمية يستخدمون او الشركة ترعى تبخير الحليب في البطولات العالمية الشيء الثالث كمية خزان ماي والبويلر تشيل كمية كبيرة يعني ما تضطر ان ان تكل شوي تترسها ماي اذا استخدامك شخصي راح تطول وياك الشيء الرابع تصميمها وايد حلو الصراحة ممتاز وسعرها ممتاز على المكينة الاحترافية الثانية بتكلم عن العيوب او الاشياء اللي يعني ممكن في ناس تعتبرها عيوب واحد تحتاج تعديل حق الضغط الماي اللي هو الاو بي في قطعة او بي في سعرها بالكويت تقريبا اربعين دينار مع التركيب من شركة كوفي تولز ركبتها نفس الشركة اللي شريت منها المكينة والشركة نفسها عندها مكاين تكون جاهزة راكبة فيها الاو بي في قطعة الاو بي في وانا معدلين البار طبعا الاو بي في هذا يعدل ضغط تدفق الماي اللي هو الضغط الاحترافي تسع بار حق الضغط وهي تي ضغطها 16 بار ضغط قوي فلازم تنزل الضغط في ناس تضغط ضغط تنزل الماي فى عشان ينزل الضغط ولكن مو شي احترافي هذا الاحترافي ان انت تشتري القطعة وتركبها وتفتك من او تتخلص من هذه السالف اللي هو الضغط العالي ايضا من العيوب اللي ممكن استعتبر العيوب اللي هو تبادل حراري البويلر مو بويلرين بويلر واحد تبادل حراري انا شوفها يعني ممتاز ويايا يكون كل حرارة غير او يعني اقصد اثنين هم عفوا بويلر واحد ما تكون كل واحدة غيران الثاني المكاين الاحترافي الثاني يكون بويلرين او بويلرين كل استخلاص يكون حرارة معينة والتبخير يكون حرارة ثاني هذا الافضل طبعا وايضا من العيوب الربلة في الربلة اللي تركب داخل سيئة نوعا ما ما اشتكيت من هنا ولكن لما استخلاص اول مرة لما الربلة تحوشها الحرارة اعتقد تصير لينا مثل ما نقول فتنزل الماء مجرد ما الف البرتفلتر اكثر يوقف الماء عندي ولكن في ناس تقول ان في مشكلة مع الربلة القديمة اشاريت الربلة ركبت تركيبها سهل ولكن الربلة طلعت قياسها غلط اللي انا شاريها حمرة ولكن مو بهادي يكون فيها كيرب اكثر اللي يركب فوق فيها كيرب اكثر يركب بهذا الشكل اللي فوقي تركيبها وايت سهل من العيوب ايضا اللي فيها اللي هو المسمار او البرغي يكون وايت سميك في واحد ثاني يسمونا فلاتي باعب دينار او دينارين هم ركبته شاريت انا وركبته تركيبه سهل وعندنا هم الباسكت او الشوارسكرين او يعني سيئ بتوزيع الماي تشتري اي واحد سعر رخيص وتركب اهم كله نفس الوقت تركيبه من الربلة والبرغي والمسمار والشوارسكرين هذا بالنسبة على العيوب وفي بعد عندنا درجة الحرارة ما تتحكم فيها انت تيم المصنع من 92 درجة الى 96 في واحدة يديدة منها اسمها أوسكار 2 مود اعتقد فيها شاشة تتحكم فيها بالحرارة ولكن سعرها شوي اعلى بصراحة انا مرتاح مع أوسكار 2 حرارتها مناسبة بالنسبة لي فهذه العيوبة بشكل سريع بتكلم عن تجربتي المتواضعة يعني ما اصال لها اندي وايد انا تونيداش مجال الاسبرسو فاعتبر مبتدئ يعني نوع ما ممتازة طلع لك اكواب ممتازة شفت فيديوهات وايد تشرح انها هي مكينة يعني على سعرها وايد ممتازة فنصيحتي لك كمبتدئ ابدأ باي مكينة حتى لو سعرها رخيص غير هذه انا كنت والله شي بشتري اليدوية اللي هي الفلير ولكن توجهت حق الأوسكار 2 فا ابدأ بسوان كان بالفلير أو الأوسكار 2 او الأقل منهم ولكن نقول مجرد ما تبدأ رح شوي شوي تكون عندك الاحترافية بعمل الاسبرسو يعني ان شاء الله بالمستقبل يعني القريب نقول رح هتكلم عن استعمال المكينة ونحاول نسوي لنا كوب قهوة مع تبخير ونشرح الازرار وايت سهلة وفيها الزرين ونشرحهم ونقول بعض التكنيكات اللي تساعد ان انت تسوي كوب اسبرسو بشكل حلو وسهل يعني اعطيكم العافية ومع السلامة شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا